أعزاء المستمعين نحن الآن مع الدرس الثاني من دروس مادة البحث والمصادر وهو المكتبة وقد عرفنا المكتبة لغة واصطلاحا والآن نحاول الجواب عن سؤال متى نشأت المكتبات أما عن نشأة المكتبات فإننا لا نستطيع أبدا الوقوف على البداية الحقيقية لنشأة المكتبات بالتحديد الدقيق لكن يمكننا أن نقول إن الكتابة قد عرفها الإنسان القديم ووجدت كتابة أثرية تدل على ذلك ومن ذلك على سبيل المثال كتابة قدماء المصريين كانت تحوي معارف عامة عن الملوك ونظمهم الحكمية وسياساتهم وطبهم وعلومهم وتاريخهم وعداتهم وتقاليدهم وحروبهم إلى غير ذلك من أمور عرفها المصريون القدماء وذلك في الكتابات قد سجلوها لنا أيضا مكتبات بلاد الرافدين العراق الشقيق هي في الحقيقة قديمة بل تسبق البابليين أنفسهم وكذا مكتبة نينوى وتل العمارنة وبابل وكل هذه المكتبات كان خطها المسماري أي ما كان يكتب به أهل بابل أيضا من المكتبات القديمة والتي لا يمكن لباحث في المصادر البحثية أن يغادر اللقوف على مكتبة الإسكندرية إنها الأساس بل إنها من أشهر المكتبات قديمة وحديثة ولها تاريخ علمي وآثار فكرية تكاد تنفرد بها هذه المكتبة عن سائر مكتبات الأقطار الأخرى أما عن الكتابة في عهد صدر الإسلام إن شئنا محاولة التحديد لنقطة زمنية نبدأ بها في هذه المادة الطيبة فإننا نقف على المكتبات القديمة عند المسلمين حيث نمت الكتابة في العهد الإسلامي وترععت وتقدمت وكانت تلقى دعما كبيرا من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الخلفاء الراشدون ومنذ العهد الأول للدعوة الإسلامية كاتب المسلمون القرآن الكريم كما آذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الذين يجيدون الكتابة بكتابة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم أما عن أولى المكتبات في الإسلام فتأتينا مكتبة سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه وكانت هذه المكتبة تضم كتبا من الأحاديث النبوية الشريفة كما كانت مكتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكانت تضم مصحفا كتبه وكتب أيضا عليه بعض التفسيرات والتعليقات ومنها بالتحديد بعض الأحاديث النبوية الشريفة كما كانت مكتبة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وكانت هذه المكتبة عبارة عن صندوق به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا مكتبة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذاك الذي كان من بين أصحاب النبي يجيد الكتابة بطلاقة أما عن أشهر المكتبات الحديثة والتي لا يمكن لباحث أن يغفل النظر إليها فيأتي في مقدمتها مكتبة دار الكتب المصرية بمصر بالقاهرة وهذه منارة علمية يحتاج إليها الباحثون من أقطار الدنيا وكذلك مكتبة دار الكتب الظاهرية بدمشق بسوريا وأيضا مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة ومكتبة الحرم المدني بالمدينة وأيضا مكتبة الكتب الوطنية بالرياض وكذلك مكتبة الملك فيصل وهي من أغنى المكتبات وأكثرها تطورا وكذلك لا يمكن أن ننسى الجزائر والمغرب العربي فتأتي المكتبة البادسية بالجزائر لتكون ضمن أشهر المكتبات حديثة وكذلك مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة إذ إنها تحوي كتبا قديمة بل إنها من أشهر المكتبات التي تحوي مخطوطات ضخمة ما زال العالم يتجه إليها أما عن نظام المكتبة وفهريسها فإن نظام المكتبة يكون على هذا النحو المكتبة تحوي عدة قاعات للكتب كما أن المكتبة بها قاعات مخصصة للكراءة والمطالعة فقط وبها كراسي يجلس عليها الباحثون والكتاب والزائرون وأيضا لكل علم أرفف خاصة به فهناك علم التاريخ وهناك علم السيرة وهناك علم الحديث وهناك علم الجغرافيا وعلم التاريخ وهكذا لكل علم أرفف خاصة به حتى يسهل للباحث الوصول إليه سريعة لكل مكتبة فهارس متنوعة وأيضا لكل علم فهارسه وكذا المكتبات حديثا وهي المكتبات الإلكترونية مزودة بتلك الآلات كالحاسوب الذي أصبح ضرورية للمكتبات وآلات التصوير وغيرها تلك إذن بعض الجوانب التي تقوم عليها المكتبات وبذلك نكون قد أنهينا هذه الناحية من المكتبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر